اهلا بيك في اول كورس النهاردة جماعة في اول حلقة مش هنشرح حاجة خالص يعني مش هنشرح اي درس او حاجة احنا النهاردة هنتكلم على مهمين جدا اول حاجة الفرق ما بين الامتحانات دي وتقدر تعمل لانه فيهم تاني حاجة ازاي تجهز نفسك لاي امتحان من الامتحانات دول طيب نيجي الاول بوينتس ايه الفرق ما بينهم هنحط الاي اس تي والاس اي تي مع بعض ليه لان الاثنين زي بعض بالزبط حتى الفورمات او اللاي اوت بتاع الامتحان زي بعض بالزبط الفرق ان الاي اس تي تحت اشراف الكولوج بورد والاي اس تي تحت اشراف نهي احنا هنا في مصر الاي اس تي اتعمل بعد التسريبات اللي حصلت للاس اي تي طبعا اكيد اي حد امريكان ديبلوم في جريت تولف مثلا دلوقتي اكيد عارف اللي حصل وهو اكيد مر بنفس المشكلة انه هو قاعد يزاكر وفي الاخر اللي امتحان تلغى فهنا في مصر وزارة التربية والتعليم قررت انها تعمل امتحان زي الاس اي تي بالزبط بس يبقى تحت اشرافنا احنا بحيث ان الطلبة اللي بتذاكر دي مجهودها مايروحش على الفوضي فمن الاخر يعني الاس اي تي والاي اس تي زي بعض بالزبط تمام ما فيش اي فرق ما بينهم تماما الاي سي تي هو اللي مختلف شوية مختلف شوية في ايه في اللي اوت بتاع الامتحان لكن مش مختلف في الطوبيكس اللي انت هتذاكرها انا بتكلم في الانجليش مش في المه تمام ففي الانجليش الطوبيكس اللي انت هتذاكرها فأي واحد من الامتحانات التلاتة دول هي هيها بالزبط الطوبيكس اللي هتذاكرها الفرق ان الفورمات بتاع الاي سي تي مختلف شوية عن الفورمات بتاع الاي سي تي والاي سي تي والاي سي تي سوري طيب الاي سي تي متقسم زي الاي سي تي متقسم لفور بارتس أول بورت English تاني بورت math تالت بورت reading رابع بورت science بالنسبة بقى للSET والEST الSET والEST متقسم لتو بورت English و math الEnglish متقسم جوه الEnglish بقى هتلاقي تو بورت تانيين اللي هو reading و writing والماث متقسم لتو بورت بورت بالكالكليتر و بورت تاني من غير كالكليتر طيب نيجي بقى للPort writing اللي هو بتاع الEnglish طبعا لو اي حد لسه داخل جديد مش عارف يعنيه فاكر writing ان انت هتكتب اسي و كده لأ مفيش الكلام ده خالص انت الwriting عندك بيبقى عندك already text text هو مدهالك وبتحاول ان انت تعمل editing للتاكس دي لو فيها اي مستيكس او حاجة انت بتاديد بقى المستيكس اللي في التاكس دي طب نيجي بقى للحاجات اللي انا هزاكرها انا هتكلم كإنجليش بس كإنجليش يا جماعة التاكس اللي هتذاكرها سواء في الاي سي تي او في الاي سي تي او في الاي سي تي التاكس واحدة مفيش اي تاكس تانية ده انجليش فالانجليش واحد بالذات في الwriting الاسئلة بتختلف شوية في الامتحانات لكن التاكس اللي هتذاكرها هي هي طيب انت بقى تعمل register لايه والله على حسب انت داخل جامعة فين لو انت داخل جامعة هنا في مصري يبقى انت لازم تاخد الاي سي تي بعد كده مفيش خلاص هيبقى الجماعات المصرية كلها هتعترف بال بس طيب لو انت راجل هتسافر برا ممكن تاخد اي حاجة من الامتحانات دي ممكن تعمل register برا وتمتحن وتخش الجامعة اللي انت عايزها برا لان هما مقترفين طبعا بال فطبعا على حسب انت محتاج ايه على حسب انت هتعمل register لايه نصيحتي ديك سواء انت داخل برا او مش داخل برا انت اللي هتذاكرها واحدة فاعمل register في الامتحانين يعني لو انت عايز تخش جامعة برا كده كده لازم تاخد est لسبب ان انت لو لو قدر الله حصل اي حاجة وعايز تخش جامعة هنا في مصر فانت مش هينفع تخش من غير est انت بقى حابب تخش حاجة تانية فممكن بقى تسجل اي سي تي او برا وتمتحنه برا عادي وتقدم في الجامعة اللي انت عايزها طيب نيجي بقى للبوينت التانية والبوينت الاهم اللي هو ازاي اجهز نفسي لأي امتحان من الامتحانات دول احنا زي ما قولنا عندك 2 parts عندك part writing و part reading في الكورس اللي احنا عاملينه ده اللي هو هيبقى حوالي من 20 ل 25 episode يعني حوالي 20 حلقة او 25 حلقة احنا ليه مركزين على ال writing عشان ال writing اسهل شوية ان انت تجيب بيه درجات ليه لان انت بتاخد شوية rules وبتطبقها غير ال reading ال reading mainly انت بتكمبريهند انجلش ولا لا عشان كده بنقول على ال reading ان هو مش عادل شوية يعني ممكن احد تلاقيه بيذكر كتير جدا بس اقول انجلش بتاعه مش حلو فيخش وما يعملش كويس زي واحد مثلا مش بيذكر قوي بس ال انجلش بتاعه حلو يعني بيقدر يكمبريهند انجلش كويس طيب السؤال بقى ازاي اجهز نفسي لأي امتحان من الامتحانات دول فيه 3 steps هتمشي عليهم قبل بس ما اقولك ال 3 steps دول الناس اللي دخل امريكين دبلوم جديد وقال انا من ال ACT والSAT والEST والحاجات دي انا عايزك تفكر في الموضوع ان انت اي امتحان انت خدته قبل كده حتى لو انت كنت في national و داخل امريكين لسه جديد اي امتحان انت خدته قبل كده كان يعتبر امتحان جديد لو حلت كويس فيه معناه ان انت ذكرت ال topics related للامتحان لو لا قدر الله حلت وحش معناها ان انت ذكرت حاجات مش related للامتحان نفس الكلام بالضبط هينطبك على ال SAT لو انت ذكرت الحاجات related ان شاء الله هتحلك كويس طيب السؤال بقى ازاي اجهز نفسي لأي امتحان من الامتحانات دول في 3 steps لازم تمشي عليهم اول step هتذاكر ال topics related للامتحان هتمسك ال topic كده كل topic topic لوحده هتذاكروا لوحده احنا عملنا لكو تقريبا 25 sessions هتاخد ال topics دي الهدين كده لو انت مفهمتش مني هتسيرتش على اي حد تاني يعمل videos related للtopic ده وتحاول تماثر التوبيك ده يعني مثلا احنا مثلا في حلقة هنتكلم على هتبدأ تذاكر كويس جدا وتحل عليه خلاص ان انت لقيت نفسك بقى تقدر تحل كل اسئلة يبقى انت كده خلصت التوبيك ده تخش على topic تاني اللي هو زي ما قلنا هيبقى حوالي 25 topic تمام طيب انا دلوقتي بقى عملت اعمل ايه بعد ما خلاص ذكرت ال 25 topic وحليت عليهم وتأكدت ان انا عملت لهم يعني خلاص اقدر احل اي سؤال related للtopic ده اللي بعد كده اعمل ايه اللي بعد كده هتبدأ تحل اللي هي المعمولة عشان تتدرب عليها هتبدأ تحل دول وتشوف بقى بعد ما اتخلص امتحان لو صمحت امتحان امتحان يا جماعة انا ما بحبش ان حد يجي حللي 3 ا4 امتحانات وارا بعض مش دلوقتي خالص انا عايزك تحل امتحان امتحان الاول لسبب ان ان انت بتغلط غلطات في الامتحان ده فانت لو ما خدتش الفيدباك وعرفت غلطتك هتيجي في الامتحان اللي بعده وتقرر لي نفس الغلطة تاني هتبدأ تحل كل امتحان تاخد الفيدباك او تبص على الانسرز وتبص على الجيستفيكيشن بتاعت الانسرز اللي هي ليه الانسر دي صح وليه الانسر دي غلط وبعد كده تخش على الامتحان اللي بعده طيب انا دلوقتي مثلا لقيت نفسي غلطان في سؤال related للmodifiers يبقى هارجع للmodifiers واذكره من الاول تاني وبعد كده احل الامتحان التاني لقيت نفسي غلطان مثلا في سؤال بتاع الترانزيشنز يبقى هارجع للطابت بتاع الترانزيشنز احله وارجع ونفس الكلام practice and review practice and review طيب انا دلوقتي خلصت خلصت كل حاجة وخلاص انا شايف ان انا تمام ابدأ بقى احل الريل تاست واعمل لنفسي التايمينج التايمينج مهم جدا يا جماعة في ناس ما تقدرش في ناس الانجليش بتاعها كويس ومزاكرين كويس جدا بس عندهم مشكلة في التايمينج ما بيقدرش يخلص فاللي انت هتشتغل عليه بعد ما تخلص التايمينج دي وتعمل لها وكل حاجة هتبدأ بقى ايه تشتغل على التايمينج تحل وتحط لنفسك time وتبدأ اخيرا بقى جماعة يا ريت تكتبونا في الكمنت تحت رأيكم ايه في الفيديوز وهل استفدتم فعلا ولا لأ لو عندكم ايه اسئلة related للانجليش او مش related للانجليش related للأديوكيشن اكتب لنا في الكمنت تحت وان شاء الله هنحاول نرد عليك في اسرع وقت بنوفقكم جميعا وان شاء الله اللي جاي احسن